اشتركوا في القناة اصفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف احمد واصابة اخر باصابة متوسطة وذلك اثناء التصدي للعناصر الارهابية كما اصفر الحادث عن بروض عدل بلغ عشرة من ان المحكمين في قضايا ارهابية وقد اصدر الفريق الركم مع اليوشي خراش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية قرارا بتشكيل رجنة للتحقيق ثم ملابسات الواقع وبشرة الاجهزة الامنية المختصة طور وقوع الحادث اجراءاتها في المواقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية اليه واختار ميابة العامة هذا تكثف الاجهزة الامنية من عمل البحر والتحرير القبض على العناصر الارهابية المتورطة وكذلك المحكمين الارهابين المتورطين باتكاب اعمال ارهابية اضبط الى قتل وترويع المواطنين والمقيمين وهم احمد محمد صالح محمد الشيخ ستة وعشرين عاما عمار عبدالله عيسى عبدالحسين ثمانية وعشرين عاما محمد ابراهيم مل رضي اهل طوق ستة وعشرين عاما حسن عبدالله عيسى عبدالحسين ثمانية وعشرين عاما احسين عطية محمد صالح سبع واربعين عاما صادق جعف فرسلمان حسين سبع وعشرين عاما عبدالحسين جمعة حسن احمد العنيسي واحد وثلاثين عاما رضا عبدالله عيسى الغسرة تسعة وعشرين عاما احسين جاسم عيسى جاسم البناء سبع وعشرين عاما وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية واهمية دعاون المواطنين والمقيمين انطلاقا من حرصهم على الامن المجتمعي تغيب وزارة الداخلية بكل من يدين معلومات تساعد في لقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الارهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ والاسراع مشكورا بالاتصال على تسعة 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 او الخط الساخن ثمانية صفر 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 تمانية صفر صفر تمانية مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات محذرين في الوقت ذاته كل من يتستر على اي منهم بانه يقع تحت قائلة القانون والمسائل الجنائية ابتنص المادة 255 من قانون العقوبات البحريني على انه يعاقب بالحرس او الغرامة من اخطى بنفسه او بواسطة غيره متهما في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحرس او صدر في حقه امر بالقبض عليه او حكم بالاعدام وبعقوبة ساربة للحرية وكان عالما بذلك